صورة أخرى ويمكن في وقت الظروف ممكن تكون بتنتشر جوية البعض ممكن أنه هو يروح يشتري حاجة بالقصد علشان يبيعها كاش وهو يستفيد بهذه النقود أو بهذه الأموال ويرجع بعد كده قصد والبعض ممكن كمان في الصورة دي شخ أحمد أنه يشتري حاجة تبقى هي يعني مش ضرورية بالنسبة له أو هو مش في احتياج لها ويخسر في 8 يعني هو مثلا هيجيبها بعشرة بس هيبيعها كاش ب8 علشان أقصت واستفيد بالسيولة أو بالفلوس الكاش دي وفيه صورة مركبة أنه هو يرجع يبيعها للشخص اللي هو اشترى منه كمان يعني تبقى حصلت عملية الشراء بشكل سوري أنا رحت المحل اشتريت منه الحاجة دي بشكل سوري هي مثلا بعشر تلاف أنا هقصتها لك واخدها مني عاجلا بتسعة تلاف أنا استفدت أن أنا الآن أخدت في إيدي تسعة تلاف جنيه وهقصت بقى التمن ده إحنا هنشرح إيه المعاملتين دول نعم بغض النظر عن النصيحة المترتبة بعد بيان هذين أو هتين الصورتين الصورة الأولى أنه هو راح يشتري الحاجة لا لقصد الحاجة وإنما لقصد المال قصد المال فاللي بيحصل أنه هو بيعمل العقد شراء بالتقصيد اللي هو شراء إلى أجل وبعدين هو عاوز الفلوس مش عاوز الحاجة فبيرجع يبيعها لطرف تالت اللي هو مش البائع نفسه يبيعها لطرف تالت بسعر كاش خلينا نستخدم المستقاحات اللي الناس كلها تدركها يبيعها كاش طب هي قامت عليه إست بكام قامت عليه إست باثناشر وبعها كاش للطرف التالت ده بكام بعشرة واستلم الفلوس ده بنسميه التورق التورق في الفقه كده اسمه التورق إن أنا بقى هشتري إست باثناشر تقوم علي باثناشر وفي نفس المجلس أعيد بيعها لللي بعهالي نعمل تبادل أدوار نعم نفس اللي بعهالي باثناشر إست أبيعهاله بعشرة كاش ده اسمه بيع العينة يبال أولاني في طرف تالت اسمه تورق نفس البائع اسمه عينة طيب هذان العقدان أو هاتان المعاملتان فيها خلاف بين الفقهاء مش كل الفقهاء متفقين على حرمتها ومش كلهم متفقين على جوازها ليه من قال بالحل نظر إلى صورة العقد صورة العقد إن تم بيع وتم شراء أو تم شراء وبعده تم بيع بالضبط والذي قال بالتحريم قال ولكنه قصد المال فهي حيلة إلى الربا حيلة طب هل هو الحرم هو ربا صريحة لا محدش قال لدي ولدي ربا ولكن قال هي حيلة طب ليه بتحتال هذه الحيلة طب هل هذا النوع من الحيلة الجائز ولا لا مش هنبين الحكم هنا ايه ليه لأن هناك من المعاملات البنكية ما يغنيني عن هذا والفرق يكون أقل اللي بيحصل ايه إن أنا بشتري الجهاز الكهربائي بيقوم علي قصد بعشرين ألف جنيه قصد ببيعه كام ما هو مراعى فيه الأجل ببيعه بعشرة تخيل ده فرق كبير جدا ببيعه بعشرة يبنا في الفرق حصل عندي فجوة في كام في عشرة طب لو أنا رحت للبنك وقلت له اديني تمويل شخصي للسبب الفلاني وقلنا قبل كده ما هو شكل التمويل البنكي وأنه ليس القرض الذي نص عليه الفقهاء أنه يشترط ألا يجر منفعه عارف هاي الدين العشرة هياخد كم هياخد 12 ونص تحت مسمى إيه؟ تحت مسمى التمويل حقيقة آه حقيقة مش تلاعب ولهو حيلة إلى الربا ولهو إلى حيلة إلى كذا ده هو تمويل شخصي يذكر فيه سبب التمول سواء كان شراء جهاز كهربائي سواء كان زواج سواء كان مصاريف تعليم سواء كان اشتراك نادي تمويل بشروطه المنصوص عليها في العقد والذي نص عليها القانون فالصورة دي أخف بكتير من فكرة أن أروح أنا أشتري حاجة عشان أبيعها بنص تمانها علشان أمسك فلوس في إيدي ويبقى علي أقصات وهذا الذي باع لي بالتقسيط لهو ليه دعوة بحالة المادية شكلها إيه؟ ولا دخل عمل قد إيه؟ ولا أنا هقدر أسدد ولا لأه؟ بالعكس ده هو كلما زاد الثمن كلما كان هو رابحا من وجهة نظر حضرتك قلت مش هتوه؟ وبعدين حيؤدي بنا بعد كده إلى الإغراق في المديونية والإغراق في المديونية نهى عنه الشرع الشريف